ومعانا سؤال بيقول أنا مطلقة بين عينك أنا مطلقة وعندي طفلين وبطلع زكاة مال ينفع أديها لأولادي لأن أبوهم بيصرف عليهم نفقة ألف جنيه فقط فهي مش مكفية خالص لا ما ينفعش تديها لأولادك أنا مطلقة وعندي طفلين وبطلع زكاة مال يعني هي عندها أموال تانية غير الأموال اللي بيديها لها جزء بس الفلوس اللي بيديها لها جزء مش مكفية لا ما ينفعش تدي الأموال إحنا عندنا الزكاة ما تنفعش للفروع والأصول لأن هم إذا افتقروا أنا علي أن أنا أنفق عليهم يبقى لا يجوز صرف الزكاة لمن تجب عليها نفقته فأنا ما تديش الفلوس لابني وبنتي ولا أدي الفلوس لأبي وأمي ليه؟ لأنهم إذا افتقروا أنا واجب علي أن أنا أنفق عليهم طب وإلا حال يبقى أنا إذا كان مش أقدر أديها لهم لكن في حالة تاني بيقولوا إذا كان عليهم ديون ما أتصورش أن هم عندهم ديون وعشان كده يبقى إيه اللي حاصل يبقى أنا ممكن أنفق عليهم والنفقة دي تكون من من الصداقات ومن التطوع وليس من الزكاة ما ينفعش أديهم الزكاة لأنه ما ينفعش أن أنا أسر في الزكاة ديون ترجمة نانسي قنقر